اندلاح حريق مهول بغابة كتاما ضواحل حسيمة افادت مصادر محلية بان حريقا مهولا اندلع اليوم الجمعة بغابة جبل اغندرو المحاذية لغابة جبل تدغين بجماعة عبدالغاية السواحل تابعة لدائرة كتاما باقلم حسيمة ووفقا لما اوردته مصادر هسبريس فان الحريق السعر بشكل كبير في هذه الاثناء واصبح قريبا من غابة جبل تدغين التي تعد احدى اكبر الغابات باقلم حسيمة والمعروفة بغطائها الغابوي المكون من اشجار الارض واشجار غابوية متنوعة اخرى وابرزت المصادر ذاتها ان طائرتين كناظير تدخلت لدعم جهود فرح اخماد الحريق على الارض مشيرة الى انهما نفذت الى حدود الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم تسعة عشر طلع فوق مكان الحريق بعد تزودهما بحمولتهما من المياه انطلاقا من حقينة سد الوحدة باقلم تونات المجاور كما اضافت ذات المصادر ان رطلا من القوات المسلحة الملكية المغربية في طريقه الى مكان الحريق لتعزيز جهود رجال اطفاء الميدانية التي تباشرها بمكان الحريق عناصر مياه والغابات والوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية